السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي ألز وأسهل مع عمل النهاردة هنعمل فطاير تنفع لفطار وتنفع لعشة وتنفع لجوع أخر الليل من غير خميرة ومن غير فرن ومكونات بسيطة واقتصادية كلها موجودة في بيوتنا لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشركي في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ونسمي باسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو وهنا عندي بولة فيها أربع كوباية دقيق ضفت عليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر وقلبتهم ونزلت عليهم بالمية بالتدريج علشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني أنا أخد معايا تقريبا كوباية وربع مية وهنا خلاص خلصت العجل ودلوقتي هنقطعه كرات صغيرة أو ممكن تقطعيه بالحجم اللي أنت عايزاه يعني لو عايزة تعمليه أكبر من كده ممكن تعمليه أو أصغر براحتك اللي رياحك أنا عملته بالحجم ده وكده حطيته في طبق وكده خلاص كده خلاص خلصنا كل الكمية وهنسيبه يستريح عشر دقايق وهنا عندي بطاطس مسلوقة وعليها رشة ملح ضفت عليها فلفل أسود وبابريكا وهنغرزها علشان دي هتكون الحشوة بتاعتي بالشكل ده وكمان أستنتعى كرات على حسب عدد كرات العجينة بتاعتي وهنا عندي بولة ضفت عليها معلقتين زفدة ومعلقة صغيرة توم وشوية بقدونس وممكن تستغنع الخطوة دي بس هتدي طعم للفطيرة حلو جدا وهنقلبهم مع بعض وهنا العجين بعد ما استريح عشر دقايق مهم جدا يا جماعة ان احنا نريح العجين العجين كل ما يستريح كل ما يفرض معناه بسرعة وهنا بفرض العجينة بتاعتي علشان هحط الحشوة عندي جبنة موزرلة وعندي الحشوة بتاعتي البطاطس شوية جبنة موزرلة كمان من فوق وممكن أي حشوة موجودة عندك ممكن لو جبنا بس ما توقفش نفسك أي حشوة موجودة عندك ممكن تستعملها احنا بنحاول نبسط المأدير على قد ما نقدر وان شاء الله الوصفات الجاية بإذن الله هنعمل على تبسيط المأدير وبنستعمل المأدير الموجودة في بيوتنا لو لسه ما اشتركتش في قناتي ياريت تشترك في القناة واتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وهنا هفرض الفطيرة بتاعتي الشكل ده وهنفرضها لحد ما توصل للسمك ده وده السمك المناسب لها وتعالي نشوف هنعمل ايه بعد كده تواصل على النار وبادهنها مسحة زيت أو سمنة ونحط الفطيرة بتاعتي على نار متوسطة خدت معايا تقريبا من ست لسبع دقايق على كل ناحية وهقلبها بالشكل ده يعني وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وتفع نديها للاولاد للمدارس هتعجبهم جدا شايفين؟ شايفين لونها جميل وشكلها جميل وطعمها طحفة كده خلاص استوت معانا الفطيرة وطلعناها وهنا هنجيب المزيج بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه بالزبدة والبقدونس والتوم هيخلي طعم الفطيرة حلو جدا بس لو هنديه للاولاد للمدرسة ياريت بلاش نحطه هنقطعه لهم الفطيرة ونحط لهم في اللانش بوكس وان شاء الله هتعجبهم كده خلاص قطعناها طحفة طحفة يا جماعة جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا لونها جميل طعمها جميل وسهلة وسريعة واقتصادية جدا وهنا كمان عملت فطيرة تانية بس قطعتها بشكل مختلف وحبيت وريكو البطاطس مع الجبنة كان ميكس حلو جدا يا جماعة وهنا الفيديو بتاعنا خلص بس وصفتنا مش بتخلص يارب الفيديو يكون عجبكم من قناتي ألز وأسهل مع أمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر